اهلا بكم من جديد مشاهدينا تمر اسواق العملات الرقمية بفترة حرجة بعد ان تلقت عدة ضربات قوية كان اخرها الانخفاض في اسعار العملات الرقمية وصولا الى افلاس منصة التداول FTX واختفاء ما لا يقل عن مليار دولار من اموال العملاء في هذه البورصة تداعيات انهيار منصة FTX لا زالت تؤثر على السوق واصطحالة من عدم الثقة دفعت بعض المستثمرين للتدافع من اجل سحب اموالهم وهو ما اثر سلبا على منصات اخرى تواجه ازمة في السيولة حول هذا الموضوع راحب بضيفي المستشار الاقتصادي والمالي السيد سعد الرئيس سهلا بك سيد سعد يا مرحبا كيف الحال واحدة من اكبر امبراطوريات التداول وصناعة العملات المشفرة سيد سعد كيف جاء هذا السقوط المدوي لها العملات المشفرة قبل ذكر السقوط المدوي خلينا نحن نرجع كم يوم لورا واتصار الاجتماع العشرين دولة في بالي في اندونيسيا طلع كلاوس شواب اللي هو رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي او دافوس شو ذكر اننا على اعتاب السورة الصناعية الرابعة هذا اولا ثانيا ذكر ان السورات الصناعية الاولى والثانية والثالسة شيء والسورة الصناعية الرابعة شيء اخر الان من المتوقع ان يأتي كتسنامي بالتغيير العالمي التغيير الى ميتافيرس التغيير الى العملات الرقمية اللي هي المشفرة ولكن بالاضافة الى الامان والتنظيم كالدولر الرقمي وخلافه ولكن يبدو العالم لم يترقبل هذه الفكرة بعد شوف سيد محمد هو اصلا العملات الرقمية او خلين اقول البيتكوين او العملات المشفرة عندما تم ابتدائها بعام 2009 اعتقد انه تم صناعة هالنوعية من العملات من اجل جسد نبط الكرة الارضية هل سيتم قبول هكذا نوعية من العملات تم القبول الحقيقة ولكن الذي حصل انه بسبب عدم وجود الامان والتنظيم ادى الى انهيار اكبر ثالث شركة في العالم FTX وافلاسها لذلك الحقيقة اعتقد والله اعلم ان افلاسها فيه شق ايجابي الا وهو جبر الهيئات التنظيمية على ضبط الموضوع اكتر وجعله اكسر امانا وجعله اكسر تنظيما وهذا الحقيقة بياخذنا بقى للعملات الرقمية وليست المشفرة الا وهي الدولر الرقمي اليورو الرقمي الليرات التركية الرقمية الاستسيرلينك الرقمي الى اخره التي تعتمد على بنك مركزي من اجل ضبط هذه الحركات خلينا نقول ومن اجل تنظيمة اليوم الحقيقة دنيا كلياتا رايحة لها الناح وكلاوس شواب يعني حتى هو يصنف بانه رئيس العالم كلاوس شواب انه قال اننا سنتجه الى الميتافورس بشكل اكبر حتى من الممكن تغيير البشر وهذا تنويه الى الشيبس الشرائح الالكترونية فالحقيقة الذي حصل بالفتي اكس برأيي هو ما يسمى ببونزي البونزي هو نوعين نوع تستحصل الاموال ويتم صرف او اعطاء الارباح للمودعين الاخرين من المحفظة الكبرى ونوع اخر تستحصل الاموال ويتم العمل فيهم كاستثمارات وايضا اعطاء الارباح ولكن الذي حصل بالفتي اكس انه بسبب بيع كمية كبيرة من منافستها بايننس لعملة الفتي تي الخاضعة للفتي اكس بكميات كبيرة ادى الى رالي عنيف وهجوم عنيف من المستثمرين وادى الى بيوعات باكسر من 5 مليار دولار بيوم واحد لعملة الفتي تي التي كانت 22 دولار ثم اصبحت 2 دولار وبالتالي تم خسارة 150 مليار دولار كقيمة سوقية لأكبر 15 شركة رقمية في العالم السقوط بسبب هذا الامر ان عدمت السقة فعندما تأتي الشركة كبايننس وتبيع كمية كبيرة من عملة الفتي تي الخاضعة للفتي اكس المستثمرين صار في هلع مما ادى الى طلب عمليات سحوبات كبيرة مما ادى ان السحب كان اكبر بكثير من المدخول ادى الى الانهيار ما الذي دعا للبيع هنا انفقدة السقة سيد محمد وتبتيج الشركة كبايننس وتقدم على بيع كميات كبيرة من عملة الفتي تي في الفتي اكس انفقدة السقة اصلا اصلا الدورة النفسية لهكذا نوعية من العملات كيف تبدأ يتم في بادئ الامر مجموعة رجال اعمال اقوية يقومون بشراء هذه العملة لا احد يلتفت الى هذا الموضوع ثم بالمرحلة التانية يدخل الذين يعلمون بهذا السوق بصير حركة اعنف بشوي ثم بالمرحلة التالتة يتم الاتفاق مع مؤسسات اعلامية من اجل مدح هذه النوعية من العملات مما يؤدي الى دخول بشكل عنيف الذي يعلم والذي لا يعلم ثم نصل الى منطقة معينة الا وهي قبل البانيك فيز مرحلة الرعب بصير في انحدار مين اللي بيخسر صغار المستثمرين مع متوسطي المستثمرين طبعا مع الاسف هي عملية من قبل ساموئيل الفرايد صاحب او مؤسس افتي اكس لا يوجد لفظ اخر غير انها سرقة حتى الرئيس التنفيذي الجديد للفتي اكس ذكر انه لم يرى بحياته هكذا نوعية من الفوضى والفشل حتى تم استخدام اموال المدعين في الزهاب والاستثمار باصول عالية المخاطر من قبل الحجسان اشتركوا في القناة